السلام عليكم مجددا يا أصدقاء هذا الدرس هو موجه للأصدقاء المهتمون بتردد واحد يقوم بتنزيل جميع القنوات على النيلست وأنا أسميه بالتردد الشبكي السحري الحقيقي لأنه تردد شبكي وفي نفس الوقت هو سحري لأنه يقوم بتنزيل جميع القنوات وكذلك هو حقيقي أي أنه موجود فعلا إذن دون الإطالة في الكلام سنتجه مباشرة إلى جهاز الاستقبال الخاص بنا وبعدها نأتي إلى قائمة التركيب ثم مباشرة نقوم بإدخال الرمز السري أو كلمة المرور وبعدها نأتي إلى إعدادات الهوائي أنتم يا أصدقاء أعلم بأن أجهزتكم تختلف عن هذا الجهاز لكن الأمر هو سهل جدا بعد أن نقوم بالتوجه إلى هذه القائمة كما تشاهدون إعدادات الهوائي تظهر معنا بهذا الشكل في القمر سنقوم باختيار القمر المطلوب وهو النيلست وبعدها يا أصدقاء في التردد هنا سنقوم باختيار التردد المطلوب فهذا هو التردد لقد قمت بإدخاله مسبقا فهو إحدى عشرة ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون فيرتيكل عمودي على سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ومعامل تصحيح الخطأ فهو خمسة على ستة بالانتبال الأصدقاء الذين لا يتوفرون على هذا التردد سنقوم بإضافته يعني سأريكم كيف تقومون بإضافته يا أصدقاء أول شيء نأتي إلى هذه القائمة يعني نقوم بالضغط عليها ثم تظهر معنا هذه الألوان ثم نقوم بالضغط على اللون الأحمر في الريموت كونترول هذا هو الزر من أجل إضافة التردد وبعدها هنا في قائمة إضافة التردد نأتي إلى التردد ونقوم بكتابة التردد وهو إحدى عشرة ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون يا أصدقاء بهذا الشكل هذا هو التردد وبعدها في القطبية نختار يعني رأسي أو عمودي بهذا الشكل ثم في الترميز يا أصدقاء نقوم بكتابة سبعة وعشرون ألف وخمسمائة وفي معامل تصحيح الخطأ كما قلت سبعة أو أفوا خمسة على ستة بهذا الشكل وبعدها مباصرة نضغط على أوكي في الريموت كونترول من أجل إضافة هذا التردد يا أصدقاء كما تشاهدون هذا هو التردد نقوم باختياره بهذا الشكل وعند إضافة هذا التردد سنتأكد من الجودة يعني جودة الإشارة وقوة الإشارة كما تشاهدون قوة الإشارة 98 والجودة 91% ثم بعد ذلك نأتي إلى تردد LMB تردد LMB سنقوم بجعله عالمي يا أصدقاء فهو أمر مهم جدا وبعدها في تغذية LMB هنا سنختار كلا التغذيتان 13V و 18V وكذلك في 22 KHz نجعلها أوتوماتيكي أما بالنسبة لي Dysic Type و Dysic 1 نقطة واحد لا علاقة لنا بها يا أصدقاء فهي لها علاقة بالمحرك ثم حالة المطور كذلك أما بالنسبة لنمط البحث هنا يمكننا اختيار القنوات التي نريد تنزيلها التي لها علاقة بهذا التردد أنا قمت باختيار قنوات مجانية فقط يا أصدقاء وكذلك في بدء البحث بالنسبة لي لن أقوم باختيار القمر بل سأقوم باختيار التردد يا أصدقاء يعني سنقوم بتنزيل جميع القنوات التي لها علاقة بهذا التردد وبعدها مباسرة سنضغط على أوكي بهذا الشكل هنا يعطيني رسالة تنبيه هل تريد حذف البرامج سأقول له لا لأنني لا أريد حذف يعني القنوات المتواجدة في هذا الريسيفر ثم سيعطيني تنبيه آخر وهو بحث الشبكة سأقول له نعم أريد البحث يعني الشبكي بحث الشبكة لأن هذا التردد هو تردد شبكي ودرسنا هو درس شبكي فسنقوم باختيار نعم وبعدها مباسرة سنضغط على أوكي في الريموت كنترول ومباسرة سيتجه يعني إلى تنزيل جميع القنوات التي لها علاقة بهذا التردد أنا سأتوقف هنا يا أصدقاء لن أقوم بالضغط على أوكي لكي لا تظهر القنوات يعني هنا في هذا المكان يعني تلك القنوات لأن اليوتيوب الآن هي مشددة الحراسة مشددة يعني قامت بفرض قوانين جديدة يعني مشددة حول هذا الأمر يعني إذا ظهرت القنوات ربما تلك القناة ستسقطنا في فخ يعني المخالفات لدى اليوتيوب ولهذا يا أصدقاء لن أقوم بإظهار القنوات لكن الدرس هو حقيقي مئة بالمئة جربوه وأنتم ستعلمون على ما أتحدث إلى اللقاء يا أصدقاء وإلى درس قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر